بإشرافه المباشر وميداني من السيد مدير شؤون المحاربين تستقبل المديرية مراجعين من ضباط ومراتب من الجيش السابق والكيانات المنحلة لإنجاز معاملاتهم ويتم استقبال المراجعين عن طريق عدد من المراحل التي يتم من خلالها تسهيل تلك الإجراءات ومن أجل تقليل زخم المراجعين افتتحت المديرية في عدد من المحافظات مكاتب خاصة باستقبالهم تهتم وتطلع المديرية العامة لشؤون المحاربين بإنجاز معاملات منتسبية الجيش السابق من المطوعين وأيضا من الجرحة إضافة إلى منتسبية الكيانات المنحلة وكثير من الضباط في الجيش السابق والمراتب أيضا من المطوعين حقا آلية العمل في هذه المديرية تأتي من خلال عدد من المراحل المرحلة الأولى هو مراجعة المنتسب إلى هذه القاعة التي أنشأناها حديثا وهذه القاعة بها ممثلين من الأقسام والمديريات الموجودة في المديرية من أجل استلام معاملاتهم وتدقيقها وبالتالي لدينا أيضا المرحلة الثانية هي وجود ممثلين آخرين اللي هم عبارة عن سعات وأيضا يمثلون ارتباط مع الأقسام لأخذ هذه المعاملات إلى تلك الأقسام والمديريات لغرض إنجازها المراجعون بدورهم ثمنوا الدور الكبير للمديرية العامة لشؤون المحاربين في تسهيل إجراءات معاملاتهم وأيضا السرعة في إنجاز متطلباتهم أحب أشكر السيد مدير المحاربين لواركين على جهوده المبذولة اليوم حقيقا اتفاجأت مراجعة المحاربين وأول مرة أجد يعني قبل سابقا على خط الخدمة برات الذمة لم أجد هذه التسهيلات أبدا هذه المرة تسهيلات محترمة والسيد المدير هو بيدة يحكي والمراجعين وأول ما يجي تاني يحكي ويايش ابنيش محتاج ما محتاج قلت له يجي وهي شيء قل لي هسا سوون كتاب مالته والحمد لله كتاب صادر هسا راح يطبون نسخة من عنده حقيقة التعامل جاي جدا يعني من السعلامات لحد وخاصة الضباط يعني الضباط متعاونين ويا كل المواطنين اللواء وغير اللواء يعني كلهم جيني الحقيقة الشكر وتغذية لكل الجهود اللي يباديها يعني من الضباط خاصة الضباط يعني الضباط متعاونين جدا لإعلام مزارة الدفاع كرار الربيعي الللواء وغير اللواء